اشتركوا في القناة مع ضيفة مميزة من جمهورية مصر العربية الدكتورة سهير حواس الدكتورة سهير أستاذة العمارة والتصميم العمراني في جامعة القاهرة حاصلة على الدكتورة في الهندسة المعمارية من جامعة القاهرة سنة 1991 شغلت منصب رئيسة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والسياسات في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في وزارة الثقافة حتى عام 2013 والآن هي عضو مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في وزارة الثقافة وهي كذلك عضو في العديد من اللجان المتخصصة لها إسهامات كثيرة في مجال العمارة ومشاركات في إصدارات وموسوعات متخصصة منها موسوعة القاهرة الخديوية ومن مؤلفاتها الحفاظ العمراني عام 2013 نالت الدكتورة سهير حواس العديد من الجوائز منها درع منظمة العواصم والمدن الإسلامية للتأليف وجائزة الجدارة العلمية من الاتحاد العام للأهثارين العرب في عام 2015 وهي الآن تشغل منصب مستشارة محافظة القاهرة لمشروع إعادة الوجه الحضاري للقاهرة الخديوية القاهرة الخديوية واجهة حضارية من تراث مصر الحديث هو عنوان محاضرتنا لهذه الليلة القاهرة الخديوية هي المسمى المتعارف عليه لمنطقة وسط المدينة والتي تعرف تاريخيا بالقاهرة الإسماعيلية وتعد متحفا مفتوحا لتراث حضاري يمثل مصر منذ بدايات تحديثها مقترنة في تاريخها بعصر الخديو إسماعيل الذي أمر في عام 1863 ببناء قصر عابدين لنقل مقر الحكم من القلعة إلى وسط المدينة وطلب من صديقه حاوسمن المخطط الفرنسي أن يقوم بتخطيط القاهرة على النمط الأوروبي بما يحاكي مخطط مدينة باريس كما أنشأ الخديوي توفيق منطقته التوفيقية شمال القاهرة الإسماعيلية كامتداد منطقي لها وعليه أطلق على المنطقة اسم القاهرة الخديوية تحتفظ القاهرة الخديوية برصيد هائل من المباني ذات القيمة التراثية ومن خصائصها أنها جامعة للطراز أو للطرز المعمارية المختلفة مثل الطراز الكلاسيكي والإسلامي المتطور وتتضمن المحاضرة عرض تفاصيل مشروع إعادة الوجه الحضاري للقاهرة الخديوية قبل البدء نرجو من الجميع أغلاق أجهزة الهاتف ونرحب بالضيفة المميزة الدكتورة سوهير حوص فلتتفضل بسم الله الرحمن الرحيم سأل خير جميعاً سألت يوماً التاجر العجوز صاحب دكان العديات بكم تبيعني هذه السنديق القديمة قال لي الصندوق الأول ثمنه خمسون جنيهاً وهو متين محكم الغلق يحافظ على مقتنياتك السمينة والصندوق الثاني ثمنه خمسمائة جنيها مصنوع من خشب نادر أوتي به من بلاد بعيدة صنعه حرفي أصيل رحل منذ سنوات قليلة ولم يتبقى من أعمل أنامله إلا قليل والصندوق الثالث ثمنه خمسة ألاف جنيهاً وعمره أكثر من مائة عام وعلى سطحه زخارف محفورة يدوياً كما أنه مرسع بالأحجار الكريمة أما ذاك الصندوق فلا يقدر بمال ولا أبيعه فهو أول قطعة وضعتها في دكاني منذ خمسين عاماً يلازمني ويؤنسني فقد عاصر معي أوقات اليسر والشدة وكم من مرة امتلأ بالمال الوفير ومثلها من المرات خل تماماً من الملالين إنه مثلي عاش حياتي ولن يباع إلا بعد فراقي وهكذا أيها السادة والسيدات الكرام تصل بنا حدوط التاجر العديات صاحب أقدم دكان إلى ثقافة القيمة بلغة مفرداتها نستخلص منها الرمز والمعنى والعمق والزمن والجمال إلى جانب الوظيفة والمادة ونحن مهمومون بالبحث في كل صندوق في مصر عن مختلف أنواع القيمة فالصندوق قد يكون هو المبنى المكان المدينة أو الشخصية وربما الحدث في حد ذاته أو النهر والجبل والوادي وكل ما في الطبيعة وبالبحث والتنقيب مع التطقيق في كل منهم في صندوق القيمة تكتشف القيمة هكذا القاهرة ذات الطبقات التاريخية المتعددة وذات الهويات المتنوعة إنها القاهرة قاهرة التاريخية التي يصل عمقها التاريخي إلى الألف عام وكما نرى النسيج بتاع القاهرة التاريخية نسيج عضوي متضام الفراغات اللي فيه قليلة جداً ولما بنشوفه في الثري دايمانشن كما في الصورة في الخلفية هنجد أنه متقرب جداً الشبه بين الخريطة وبين العمران اللي موجود الذي يملأ هذه الخريطة إذن قراءة المكان من الخريطة مطابق لإيه؟ مطابق للبشر للحرف للصناعات للحياة الاجتماعية للملابس لوسيلة الانتقال كلها متنغمة ومتوافقة مع هذا الكيان العمراني العضوي كما نرى في الخريطة وإيه كمان؟ محتياجات كمان الناس من الخصوصية والمشربية هتجد أن المشربية تنطبق أيضاً على الخريطة القليل من الفتحات نرى منها العالم الخارجي ولكن العالم لا يرى الداخل عندنا إذن هي القاهرة التاريخية المسمى الرسمي للقاهرة المعز القاهرة الفاطمية وغيرها من الامتدادات السابقة وحالياً يطلق عليها في مصر القاهرة التاريخية أقدم الأماكن اللي موجودة أما القاهرة الخدوية فخريطة أخرى تماماً خريطة تتسم بالهندسة شبكة الشوارع شبكة هندسية إشعاعية شوارع مستقيمة تتقابل أو تلتقي في ميادين كبيرة ومحدودة المقياس هذه الخريطة تبين لنا قطع الأراضي المقاسها كبر الفراغات كبرة شيء مختلف تماماً عن الخريطة السابقة إنها قاهرة خدوي اسماعيل الذي أراد لبلد حكمه أو عاصمة بلد حكمه أن تكون باريس الشرق وبالفعل سأل حاوسمنت ليرسل له من يسنده في تخطيط القاهرة لتكون باريس الشرق بل أراد كمان أن تكون أجمل بلدان العالم هذه الخريطة ترجمت إيه؟ ترجمت الناس اللي استفادوا من هذا التخطيط الجديد العربية في القرن 19 وجدت طريقها إلى شوارع القاهرة لأن الشوارع كانت جهزة لاستقبال تكنولوجيا التنقل الموبيليتي الجديدة اللي موجودة في العالم تحركت السيارة في هذه الشوارع الشريحة الاجتماعية اللي استفادت من بين الجاليات الأجنبية ما بين شريحة من المصريين اللي اعتادوا السفر إلى الغرب أو إلى أوروبا وبالتالي الأزياء وخطوطها تتناغم مع هذا الشكل من التخطيط خطوط العربية السيارة أيضا خطوط هندسية خطوط شرب أو حد إلى حد ما والحركة بقت أسرع في الشوارع القاهرة أيضا المباني ترجمت ده مباني زي ترز غربية كلاسيكية متعددة مدرسة للعمارة ومن أجمل الحاجات الارتباط الواجهات المباني وطريقة تشكيلها هي شكلت معانا الفراغات شكلت معانا الميادين شكلت معانا الشوارع هنشوف إزاي منطقة أخرى من تراث مصر العمراني جاردن سيتي اللي خططت في مطلع قن 20 1906 وهي تترجم الاتجاه العالمي في ذلك الوقت لما إبني زر هاورد حط النظرية بتاعته بتاعت الجاردن سيتي المدن الحضائقية وبالتالي في نفس الوقت في توازي مع هذا الاتجاه العالمي كانت جاردن سيتي ذات القصور ذات الشريحة الاجتماعية المرفهة أو حياة التنعيم اللي كانت موجودة هنا بنجيتها في نوع الأزياء السهرات والحفلات وأيضا شبكة الشوارع بالترجم ده زي الدرابيهات الموجودة في الأزياء كل ده موجود يقرأ من هذا المخطط اللاكشري جدا لمنطقة جاردن سيتي حتى في ذلك خطوط الإنسيابية بتاعت السيارة ابتدت تبقى نعمة أكتر فيها انحناءات أكتر لأن الأيرو دايناميكس كانت طورت وغيرت من شكل سيارة في ذلك الوقت حتى السلالم المداخل هتجد كلها كورفات كلها بترجم البراك بترجم عصر النهضة كلها نوعية مختلفة تماما من الحياة الاجتماعية اللي توافقت مع هذا التخطيط الأحدث من هي مصر الحديثة ولما تحطت أفكار مصر الحديثة إيه اللي حصل وإيه اللي خلى العمران يتطور كما رأينا بداية كانت مع تولي محمد علي الكبير الحكم في مصر 1805 وبالتالي بالرغم عدم مصريته إلا أنه بدأ حركة التحديث بعدما النواة بتاعتها تحطت مع الحملة الفرنسية اللي جاءت في نهاية القرن الثمنتاشر فابتدى في مصر تعرف الطباعة وتعرف أنواع من الزراعات وأنواع من أنظمة الري وأشياء كثيرة جدا محمد علي كان أمي ولكن كان بصيرة كبيرة جدا لأنه فهم وعلم أن العلم وبالعلم تنهض الشعوب وبالتالي أرسل البعثات العلمية إلى أوروبا وحتى الأمراء سفرهم في ذلك الوقت لينالوا من العلم وليعودوا إلى مصر بالتنوير بالأفكار بالتكنولوجيا وبالعلم أشهر الشخصيات اللي بندين لها في حركة التنوير اللي شهدتها مصر في ذلك الوقت محمد مظهر المصمم أو المهندس بتاع قناطر الخيرية رفاعة طهطاوي صاحب المؤلفات التنويرية علي باشا مبارك اللي شهد منذ عهد محمد علي حتى خدوي إسماعيل يعني تولى مناصب كثيرة جدا وفي النهاية كان هو المشرف على مخطط القاهرة الإسماعيلية قاهرة إسماعيل وفيما بعد أشرف أيضا على العمران في عهد ابن إسماعيل الخدوي توفيق وبالتالي له بصمات في مصر وفي تحديث مصر الأمير إسماعيل أيضا كان من أبناء البعثات العلمية وفيما بعد في العصر الأحدث عرفنا توفيق الحكيم وطاع حسين كل من سافر إلى فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية ليعودوا بالأفكار وبالتعديل وبالتغيير وللخروج من العصور الوسطى أو العصور التي كانت قد أصلمت في فترات تاريخية سابقة ليعودوا لينيروا المجتمع والفكر في مصر بهذا العلم مصر شهدت أيام الحملة الفرنسية توصيق مهم جدا الدسكريبسيون اللي جيبت الحملة الفرنسية وضعته في وصف مصر كل دقائق الحياة والأثار والمجتمع والحرف كل شيء تم توصيقه من خلال هذا العمل الكبير ولكن كان باللغة الفرنسية ثم دكتور كلود بي اللي عمل مدرسة الطب في عهد محمد علي وغيره ثم المستشرقين والرحالة اللي مروا على مصر كتبوا كتبوا كتير ووصفوا وشرحوا شافوا إيه وعصروا إيه وشكل الحياة في مصر وعمرانها والمجتمع كان إيه ولكن القليل جدا كان باللغة العربية وبالتالي لم يصل هذا العلم إلا ببطء شديد إلى أهل البلد وقليل جدا ما ترجم ويمكن قريبا يعني في العصر الحديث المعاصر شهدت حركة الترجمة ترجمة الكثير من تلك الأعمال ولكن لا يزال ولا تزال المكتبة العربية ينقصها الكثير من المؤلفات في مجال العمارة والعمران العمارة والعمران باللغة العربية في الأثار موجود لكن حركة التأليف قليلة جدا نسبة للغة العربية في مجال العمارة والعمران حتى المصريين اللي بيعملوا كتب بيعملوها باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية مع الأسف مفهوم جديد للعمارة والعمران بدأ في عهد الخديوي إسماعيل أول خديوي في مصر وحصل على هذا اللقب بعد زيارة أول سلطان تركي يزور مصر لمدة عشر تيام سلطان عبد العزيز في العشر تيام دول لاقة من الحفاوة ما جعله ينعي مع الخديوي إسماعيل ببعض الأشياء أولها أن يقول مراس الحكم إلى أبنائه من بعده بعد من كان بيقول إلى أكبر الأبناء في الأسرة الحاكمة نمرة اتنين أنعم عليه بلقب الخديوي الفارس الشجاع أو الفارس المقدام وهو لقب رفيع المستوى فالحقيقة أول خديوي في مصر من ثلاثة خديوي يعني إسماعيل بعدين توفيق ابنه وبعدين الحفيد عباس حلمي الثاني ثلاثة خديوي في مصر استدعى من باريس هاوسمن اللي ساعدوا في تغطيط القهارة زي ما احنا شايفين باريس ميدان شهير جدا واللارك دي تريونف موجود في المنتصف والمحور أو الأكس القوي ده لما نروح القاهرة هنلاقي ميدان السكاكيني وميدان التحرير برضو الاستوانة التي تتوسط الفراغ العمراني الكبير ثم أكسات قوية جدا محاور تؤدي إلى المركز في هذه النقطة يعني أحيانا لما بوري الصورة دي في ناس ما بتعرفش ان الصورة دي موجودة في مصر يمكن ميدان التحرير مشهور بمجمع التحرير فالناس بتتعرف عليه أكثر لكن هذا الميدان بالنسيج أو بالشبكة الشعاعية اللي بتصدر عن مركز في وسط الفراغ ده شيء كان جديد تماما على مفهوم العمران والنسيج العمراني لأي منطقة بشكل عام في الشرق الأوسط أول ما تولى الحكم خديوي إسماعيل بنى أسر عبدين اللي سكنه خمسة من ملوك مصر آخرهم الملك فاروق الميدان ده أو الأسر ده اشترى من الناس اللي كانوا موجودين وعمل إزالات كثيرة وأربعة وعشرين فدان تم إخلاقهم من أجل هذا المشروع القصر موجود على تسع فدان والباقي كله ما بين حضائق والساحة اللي بتتقدم الميدان الأسر أخذ حوالي تسع سنين من أجل إنشاؤه لما روح باريس هلاقي الستايل اللي أطلق عليه الهاوسمانيزم هاوسمانيزم كان نوع من المباني اللي هاوسمان بنى على حفة المناطق السلامز يعني باريس في ذلك الوقت كانت عبارة عن سلامز بتقوم على الصرف الصحي المتهالك أو ما كانش فيه شبكة صرف الصحي في ذلك الوقت كان بتعاني من من التدهور الشديد جي هاوسمان ارتقب باريس وعمل محاور أو أكسات بنى عليها مباني ضخمة بمواصفات معينة قطع أراضي كبيرة وكلها تتحد في النظام الهاوسمانيزم إن أول دور فيه شرفة بتربط المبنى كله وفي نهاية المبنى شرفة بتحزم المبنى ثم ما بينهم الدورين يعني الارتفاع تقريبا كله متقارب الدورين اللي في الوسط بيبقى معالجتهم معالجات بسيطة ولكن الربط في الدور الأول وفي الأخير هذه الشرفتين هما من العلامات المميزة لهذا التراز اللي بيروح باريس هيشوف ده بنفسه يعني بص هنا قادي الشرفة لربطة مستمرة شرفة مستمرة اللي بينهم مختلف وبعدين الالتقاء بالسماء في جزء مائل هتلاقي مهما تغيرت المعالجات زي ما احنا شايفين ولكن التقاء السماء ما بيكونش ولا في خط مستقيم مباشر ولا هو فيه تشكيل ولكن هو خط مائل أو تحول بميل من الرأسي إلى التقاء السماء في مصر العمرات ما اختلفتش كفكر لأن اللي بنوا في فترة النص الثاني من قنة 19 ومطلع قنة 20 كانوا معمارين جايين من باريس جايين من بلجيكا جايين من فيينا إيطاليا من أوروبا بشكل عام وبالتالي جمب الثقافات بتاعتهم بالأفكار المعمارية بتاعتهم والأكتر تراز انتشر في مصر كان تراز الأردكو والمبنائين دول تراز أردكو بالرغم المعالجات برضو إنها مختلفة ولكن ينتموا إلى نفس التراز المعماري القاهرة خدوية هذا المسمى جي منين خدوي إسماعيل أول خدوي هو اللي خطط ثم الامتداد للإسماعيلية قاهرة الإسماعيلية توفيق عمل التوفيقية كانت امتداد طبيعي ناحية الشمال وبالتالي الثالث الخدوي عباس حلمي التاني اللي بنى عمارات مهمة جدا في المنطقة دي وهم تلاتة خدوي فلما جيت أعمل التوصيق أطلقت على الحدود اللي بتجمع القاهرتين الإسماعيلية والتوفيقية وكما أنها تحتوي أعمال تعملت في عهد عباس حلمي التاني فكان المسمى القاهرة الخدوية في ناس في مصر كتير بتعترض على هذا المسمى يقولك ده ليس في التاريخ ولكن برد وقول طالما لا إخلال بالحقائق التاريخية فالاجتهاد لا منع منه واللي حصل أنه بقى المسمى الرسمي في الدولة وسط المدينة هي القاهرة إسماعيلية الأكس بص بحولني من نقطة هنا بتحرك لحد كبري أصر النيل بعدي إلى استوانة اللي فيها تمثال ساعة زغلول في جزيرة الزمالك الأكس ده قوي جدا بصريا وحركيا في التطوير الأخير لما جم يتعامله مع ميدان التحرير قال لك جم بتوع المرور وقال لك لا ده فيه كسافة مرورية إحنا محتاجين نغير الاستوانة دي معرفش نشكلها إزاي ونعمل إيه عشان المرور يبقى فيه سيولة حركة وقفنا وبحزم شديد جدا قلنا لا مساس بالأساسيات بالبيزيكس بتاعة فكرة المخطط بتاع القاهرة أيوة فيه تدهور حصل فيه تعديات حصلت فيه حاجات بازت كتير ولكن الفكر لا يجوز أن يصل إليه التخريب لنعد هذا الكيان إلى مكان عليه بقدر الإمكان ونجح الأمر في الاحتفاظ بالاستوانة بالمركز المركز ده طالع منه بالرغم أن مجمع تحرير بنا سنة 51 إلا أنه الضلع ده والضلع ده جايين من نفس النقطة اللي في المركز هنا لو أنا غيرت ده هيبقى ده لا علاقة تاليه هيبقى مالوش معنى بالنسبة للاحتواء وتشكيل المورفولوجي بتاعة الميدان أو البنية الخاصة بالميدان قبري الخداوي إسماعيل ده كبري نمرة اثنين فيه ناس تعتقد أنه نفس الكبري اللي بناه الخداوي إسماعيل كان أول منشأ أو أول كبري حديد في مصر سنة 1872 1872 ولكن في مطلع قانع 20 كان تداع الكبري ولم يكن صالح للاستخدام وكان مهدد بالانهيار المفاجئ لأن الحديد بتاعه يعني أصبح غير قادر على تحمل الأعباء وكان ناس تدفع فلوس بتعدي من على الكبري وكان كبري دايا في عهد الملك فؤاد تم إعادة إنشاء كبري أصر النيل مع الاحتفاظ بالأربع السباع اللي موجودين على المدخل بتاعه يعني بيظهر هنا في الصورة واحد منهم مع تصميم الكبري على تراز الأردكو أردكو دا تراز نقلة ما بين الكلاسيكيات والمودر يعني الزخار في كلها بتتحول لأشكال هندسية إلى آخره فالزريف إنه هو تراز أردكو اللي معروف الغرب ولكن الزخرف نفسه اللي استخدم مستوحم الفرعوني بالإضافة إلى فكرة المثالات اللي خلف السباع فكرة متاخدة برضو من فكرة المثالة الفرعونية تم افتتاحه سنة تلاتة وتلاتين ومن شهر ونص تقريبا تم افتتاح التطوير بتاعه والتجديد بتاعه لإزالة كل التعديات والعوامل التلف اللي حصلت في القوينة الأخيرة طبعا فقدنا قبري أبو العلا كان من أجمل المنشآت الحديد اللي موجودة في مصر وكان رومانسي جدا رامي ألف على هذا القبري رد رأي الحبيب لما استلع على سيدة غناء العربي أمو كلسوم وكان بيجي من سكن ويعدي القبري سيرا على الأقدام ويروح لها الفيلا بتاعتها في الزمالك فوهو بيتمشى على هذا القبري ألف هذا هذا الشعر لأنه كان حصل صلح ما بينهو قبري مبابة لسه موجود أو القبري تمر عليه السكة الحديد في مصر ميدان الأوبرا جميل أو ميدان إبراهيم باشا اللي فيه تمثال القائد إبراهيم ابن محمد علي ميدان مصطفى كامل اللي كان زمان اسمه ميدان سوارس كان فيه عائلة يهودية اسمها سوارس وكان بتعمل في المركبات اللي بتجرها الخيل يعني كوسيلة موصلات ولحد النهار بنقول سوارس على العربيات اللي بتجرها الخيل وناس كتير مش عارفة المصدر المسمى إيه هزي المباني قائمة موجودة لسه شارع فؤاد الأول النهار ده معروف 26 يوليو يمكن فيه هنا مبنيين اتغيروا لكن هزي المباني لا تزال قائمة شارع شريف باشا شارع محمود بسيوني كلها عمرات متميزة جدا في هزي المنطقة شارع عبدالخالق سروت وتقاطعي مع محمد فريد والعمارة دي انشئت سنة 37 للمعماري زارب والمسمى بتاع عبدالخالق سروت اتغير لما الملك فاروق تزوج من الملكة الجميلة فريدة فاطلق على الشارع اسم شارع الملكة فريدة وبعد الطلاق سحب الاسم واعيد لعبدالخالق سروت مرة اخرى العقار ده بالنسبالي له قيمة اخرى قيمة مضافة لان انا وانا في سنة اولى جمعة كنت بتدرب في الدور العاشر في مكتب استاذي الدكتور علي رقفة في هذا العقار وبالتالي بقى فيه بالنسبالي يمثل قيمة اخرى كقيمة قاهرة خدوية كموسوعة بدأ العمل في توصيق المنطقة سنة 96 واستمر العمل ست سنوات كان معايا ستة من تلمزتي حديث التخرج ستة مهندسين شباب الحقيقة كانوا مجتهدين وامنوا بقضية كانت في ذلك الوقت قضية هامشية تماما منطقة دي كانت بتعتبر وسط البلد عشان اروح اشتري منها حاجة يعني ما كانتش بتمثل اهتمام ولا على المستوى الرسمي ولا على المستوى المجتمعي ولكن بالعمل في هذه المنطقة مع التوصيق الحديث لان ما كناش لقين ولا رسومات ولا لوح ولا اي مراجع تدينا شيء عن هذه المنطقة وبالتالي كانش فيه ولا لازر سكانر وقتها ولا كاميرا ديجيتل فبالتالي كنا منقعد نصور مئات الصور اللي ملهاش معنا بالنسبة لأي حد يبص عليها لمجرد نوصل لحلية أو زخرف أو أي تفصيلة ونقيس على الطبيعة لحد ما قدرنا نعمل رسومات للفساد كلها أو وجهات هذه المباني الجمال كله في هذه اللوح هذا الجمال موجود قائم ممكن أي حد ينزل يتفرج عليه محلات صدناوي عمرات في شارع شريف أردكو في حارة كونزوغيب متفرعة من شارع أصر النيل وهتجدوا الترز يعني من أردكو هنا التراز الغوتي التراز نادر في مصر قليل جدا العمرات المبنية بهذا التراز لأنه مرتبط في العالم كله بالكنائس بالمنشآت الدينية القبطية فهتجد أنه قليل منه اللي بيستخدم في مباني سكنية المبنى ده كله بالطوب الظاهر مبنى متميز وفريد جدا عمرات الخدوية الخدوية عباس حلمي التاني شكيف أقول لكم أنه أضاف للمنطقة الكثير من المنشآت هذه العمرات الخدوية عبارة عن أربع عمرات يخترقها شارع مددين يعلو كل كل كتلة منهم قبة تلتقي القباب لأ متأسفة القبة شارع مددين أهو وقادي القبة وفي قبة تانية ونحية المقابلة في قبتين فمن بعيد من أول الشارع بتشوف الأربع قباب المميزين لهذا المبنى التراز الباروك وكنا وكنا بنعرف التراز الباروك اللي هو دايما يأكد ركن المبنى يجي يروح حاطط له قبة فوق أو يعمل برج بارز وأعلى من بقية المبنى يعني دايما في الباروك تجدوا أن الركن ده ليه معالجة خاصة جدا لتأكيده يعني دي من ملامح التراز الباروك الحاجة التانية الشرفة أفكركم بالهاوس منزم الشرفة اللي بتربط المبنى بالكامل فوق في الدور الأخير وأيضا في الدور الأول يعني دي من الحاجات الحقيقة اللي يعني يمكن ملاحظتها ما بتبقاش على مستوى الشخص العادي اللي بيصير في الشارع بتبقى محتاجة قدر من التخصص هذه العمرات يعني حصل تظاهر كبير لها وكل كتلتين بيربطهم لينك واحد منهم عبارة عن سينما والآخر عبارة عن محل كبير في الجهة المقابلة المبنيين دول حقيقة آيكونة المنطقة يعني رائعين والمعماري الأشياج ده كان صديق الخدوي عباس حلمي التاني واللي كان عاشق للعمارة بدليل انه هو عندما أراد أن يهدي زوجته هدية قيمة أهداها عمل لها الأربع عمرات دول هدية طبعا دي ملحوزة للرجال آآ إن الهدايا كانت قد إيه يعني هدايا آآ يعني كبيرة وعظيمة آآ لأن هم كانوا بيفهموا في العمارة وأصدقائهم يعني يكفي نقول صديقه كان أنتونيو لاشياج عمارة في ميدان الفلكي بردو باروك أدي القبة فوق دي حاليا من العمرات اللي بيتم تطويرها ميدان الفلكي ميدان شهير في القاهرة بيوصلني لميدان عبدين في القصر دي الرسومات عمارة في ميدان طلعت حرب طبعا الإعلانات والحاجات دي كلها تشالت دلوقتي يعني صور ما قبل التطوير ولكن الرسومات دي اللي موجودة في الموسوعة الحالية كل مبنى بنشوفه قطعة متحفية خاصة جدا يعني ما تلاقيش القبة مثلا متكررة في مبنى آخر كل مبنى له خصوصيته وجماله وبردو بوريك الباروك بص الشرفة أو زي الهاوسمينيزم بالزبط الشرفة المستمرة تحت وفوق هذه القباب مفردات معمارية متنوعة فريدة جدا قيمة معمارية وبعدين بالرغم أن المبنى تراس باروك لكن واخد الوجه سفينكس حطه في القباب من فوق وفي يعني لغة من المعمارية متاخدة من الفرعوني الأديم وأحيانا بدخلوا مع الكلاسيك الغربي دخلوا مفردات عربي أو إسلامي يعني ده المسج اللي هو مصر هذا التراس خلاه ابن بلده مش حاجة دخيلة عليه أبواب ومداخل العمرات كل المتحف ده موجود كله موجود يعني الناس كانت باستغربة لما بعد الصدور الموسوعة أن السروة دي موجودة أن هذا المتحف موجود إحنا عايشين قدامه ساعات تروح العمارة ما بتشوفش المبنى أو بتشوفش الباب لأنه البحث عن المكاسب خلى أن المداخل اتأجرت فيه باترين اتحطت فيه تخزين حاجات كثيرة جدا قدت إلى أن لا نرى هذا الجمال بوضوح إلا بعد الحماية التي بدأت في فترة متأخرة التجان كل مبنى له التجان الخاصة به مشغولات الحديد في البالكونات من جاثيك جاثيك أردكو باروك يعني تقدر تقرأ المبنى التراث بتاعه من كل اللغة بتاعته هذه المنطقة وجدنا أنها أيضا استوعبت الرواد المعمارين الأوائل في مصر المصريين لما استلموا من الأجانب في حوالي الأربعينيات من قرن العشرين دخلوا واندمجوا وبنوا في هذه المنطقة دون أن يحدثوا خللا في العمران والطابع الموجود في المنطقة لأن في قواعد للطابع كانوا فهمينها يعني ومستوعبينها فنجحوا أنهما يعملوا أعمال بتاعة عصرها ولكن يعني زي دكتور سيد كريم أبو بكر خيرت اللي معروف عنه أنه كان موسيقار عظيم ومؤلف سيمفونيات لكن هو كان معماري وكان يمارس المهنة ويعني هو المعماري بتاع المبنى ده دكتور سيد كريم المعماري محمود رياض اللي عمل مبنى جامعة الدول العربية اللي في التحرير وعمل مبنى بلدية القاهرة اللي تم هدمه مؤخرا إلى آخره معماريين يعني أضافوا للعمران ولم يشوهوا ولم يخلوا بالطابع بتاع المكان إذن المناطق ذات القيمة ما عايش فيه قاف نقصة هنا بنقول أنها محتاجة وعي وعي في التعامل مش أي حد يشتغل مش أي مقاول ينزل يقوم بالأعمال محتاجة وعي لأن الوعي في التعامل مع المناطق ذات القيمة بيعكس يعني ثقافة المجتمع الثقافة بتاعة الجماعة إذن ثقافة القيمة هي إحدى الثقافات اللي كثير من مجتمعات بتاعتنا بتفتقر إلى هذا النوع من الثقافة لأنها لها مدلول تراسي وهذا المدلول لو ما كنتش أنا فهمة في التاريخ لو ما كنتش فهمة في العمران في مبررات نمو هذا العمران بهذا الشكل والعمران التاني بهذا الشكل في حاجات كثيرة إذا همشت أو لم جعي بها المجتمع لن يكون قادرا على حماية هذه المناطق هي قيمة تختلف عن قيمة المال تماما ليه المناطق ذات القيمة لأنها حافظة للتاريخ والذكريات والذكريات هي هوية المجتمعات هوية الإنسان يعني تخيل واحد كده ما بيفقد ذاكرة بتاعته ولا يعرف يقول هو مين ولا اسمه ايه ولا جاي منين وجودها واستمرارها كمتحف عمراني حي وحماية الطابع المعماري والعمراني لها من التشويه والاندثار يثري ويقوي المدينة هو الفايتامينز اللي بتقوي الزاكرة يعني البني آدم لما الزاكرة بتاعته بتضعف بيعاني كثيرا يعني ايه الطابع المعماري يعني ايه الطابع العمراني انا يعني لسه في الوقت بتاعي ولا تخطيت الطابع المعماري الناس بتخلط بينه وبين التراز المعماري يعني انا روح لمهندس المعماري يقول له عملي البيت بتاعي انا عايز الطابع بتاعه يبقى اردكو او عايز الطابع بتاعه يبقى عربي اسلامي خطأ خطأ لفظي والمعنى خطأ تماما انا بطلب تراز معماري معين التراز هو ما سيكون عليه المبنى ما اصممه انا ممكن اقلف تراز زي اقدر اوصفه يعني ايه الكلام ده يعني ثلاث حاجات بيفرزوا الطابع المعماري المحتوى الطبيعي للمكان يعني لما روح عمانة لقي المباني كلها من نتيجة الحجر المتوفر هناك كل المباني مكسية بالحجر بالرغم بالرغم من تصميمات مختلفة تماما ثقافة الجماعة يعني الناس بتاعها ايه عايزة ايه طلبتها ايه واحتياجاتهم يعني انا مجتمع يميل الى الفلات والقصور وقادر على ده يختلف عن مجتمع محدود الدخل اللي انا بعمل لهم مساكن وعمارات تستوعب الاعداد الكبيرة بتكلفة اقل يعني المحتوى الطبيعي الثقافة الاحتياجات بتلعب دور في تشكيل الطابع المعماري الطابع المعماري بيجسد من خلال العلاقة بين البيئة المشيدة وعبارة عن عملية تراكمية يعني بحط المباني جنب بعض الوجهات جنب بعض وبص عليها اعرف الطابع بتاع المكان انا وانا جاية ببص من العربية بتفرج على العمران انا بس مش عارفة اسم المنطقة ولكن لما وصلنا ليرموك وجدت المنطقة القطع الاراضي بتاعتها اكبر مساحتها اكبر والقصور او البلاد الموجودة عليها مقاسها اكبر عن المنطقة اللي قابليها يعني دي من الحاجات اللي كلهم ارتفاحهم محدود يعني لا رايز بلدنج ما فيش تاورز فوسطيهم لما بروح الداون تاون بلاقي التاورز المنطلقة نحو السماء اذا المباني جنب بعضيها الواجهات مجمعة بتديني الطابع المعماري عشر نقط لو اي حد بيعمل دراسة في هذا المجال عشر نقط ما علي غير ان يرد على كل عنوان منهم الطراز الطراز المعماري اللي موجود للمبنى دا والطراز دا وده وده خط السماء كيف تلتقي المباني مع السماء اقاع الفتحات هل هي اقاع ثابت زي النغمة السبتة ولا فيه فتحتين صولد بعدين فايتز بعدين وهكذا الفتحات العمارة والموسيقى اللغة واحدة في الاقاع في الرتابة في التقرار في استعاب العمارة زي الموسيقى محتاج وقت محتاج ان انا امر عليها عشان افهمها واعرف المقطوعة بالكامل شكلائي عدد الادوار او الارتفاع مواد النهو التشطيب المستخدمة الالوان الملمس النسب عرض الوجهة اكتر ولا الارتفاع اكتر وهكذا التفاصيل هل فيه تفاصيل ولا بلين خالص المسامية يعني هل لو تخيلت الوجهة كده لو كبت ميا كلها تعدي ولا فيه اماكن سد فيها اللي هو الضوء بينفز بكسرة الى داخل المبنى ولا القليل منه المسامية عشر نقط لو بعمل فيهم انا اقدر اجسد او اشرح الطابع المعماري الا طب ما للعمراني يختلف ايه عنده العمراني انا باخد بارتكز على اربع حاجات الطابع المعماري بالباكتش كلها اللي اتكلمنا عنها اضيف لشبكة الشوارع والفراغات البينية والفراغات العمرانية اضيف النسيج العمراني ما هو النسيج العمراني هو العلاقة بين المبني وغير المبني زي النسيج القماش بالزبط الماتيريال الخيوط مجدودة كومباكت ولا مرخية فالفراغات واسعة النسيج العمراني نفس حكاية المبني متبعدة ولا متضامة الخطوط بتلتقي في شكل هندسي ولا في شكل عضوي مرتبك او متضام او متداخل وتأفر بقى التوصيف الانشطة والاستعمالات وبنزيف هنا احيانا كمان الاصوات النويزيس واحيانا السمال بشم يعني انا لو قريبة من البحر في ريحة البحر لو مغمد عيني هقدر اعرف ان انا في منطقة قريبة من البحر لو في سوق سمك في منطقة النار الريحة بتميز مغمد عينك ومع ذلك هتقدر تعرف انت جنب قطر ولا جنب يعني مصدر الضوضاء شارع رئيسي ولا ايه طبعا انا جاة من بلد الضوضاء في كل مكان ملهاش علاقة بالاستعمالات او الكلام ده لكن هنا فعلا في مناطق السكنية هدية جدا الشوارع اكثر ضوضاء الى اخره الباكيج بتاعة الطابع المعماري كما هي بناخدها ولكن بنروح للفراغات وشبكات الحركة هي الشارع الحارة الميدين الفراغات بين المباني وبعضيها مستقيمة ولا متكسرة منحنية متعرجة منحدرة الى اخره يعني بوصل من نقطة لنقطة straight forward ولا بمشي في حركة متعرجة او متكسرة او الى اخره اذا الفراغات بتتشكل بواجهات المباني اما شرطية على هيئة شارع او بشوفها كمان عن طريق خط السمع من بعيد اقدر اعرف شكل الفراغ من التقاء مجموعة المباني على جانبي الفراغ التشكيل يا اما هندسي منتظم او حر فراغ كبير صغير محدود استعمال والتردد عليه كسافة عالية الى اخره دي تفاصيل للناس اللي بتدرس او بتعمل دراسات عن المناطق يعني انا عايزة خطط منطقة جديدة تماما وعايزة ان الطابع العمراني يبقى قريب من وسط البلد الفقاهرة الخدوية وده كان سؤال على فكرة ترح في الشرقة كان فيه منطقة عايزين يعملوها قريبة من الروح دي فسألوا يعني لما نيجي ان تتخطط حطنا لهم الكلام ده وحولنا لهم الارض الفضية من الشكل المعتاد التخطيط المعتاد الى كيف يتحول التخطيط الى الهاوس منيزم بلانينج سيستم او ابروتش اللي كان موجود الاشكال من هندسية الى حرة تماما الى اخير انا مش يعني همشي بسرعة هنا لان دي يعني يمكن تفاصيل يعني متخصصة اكتر والانشطة والاستعمالات زي ما قل منطقة سكنية منطقة تجارية منطقة استعمالات مختلطة الى اخر مشاكل بتواجه التراث في استغاثة لان هدم المباني التراثية بقى هدف في حد ذاته لان كل واحد عنده بيت عايز يهده يطلع بعمارة عشان يكسب اكتر الارض غالية غياب الوعي بقيم التراثية فالتعديات بتحصل على الوجهات هذي المباني ده مابنى تيرينج اللي وردتكم القبة العالم اللي شايلينه اربع تماثيل فوق وهذا التدمير اللي حاصل على الوجهات ارتفاع تكلفة الصيانة والترميم يعني العائد بتاع هذي المباني ضئيل جدا ما يغطيش ابدا ولا الصيانة ولا الترميم فان ما كانش الحكومة تدخل او رجال الاعمال او يبقى فيه مشروع قومي الحقيقة كان الامور المشاكل بتستفحل وبتزيد اضافات قبيحة لا تتوافق مع المباني ترسي يعني مبنى عظيم وجميل وعن ييجي يزود ادوار فوق كانت هذي الامور بتحدث بتحدث بقسرة كل ده النهار ده اتوقف بصوا اعمال الجيكورات مصروف عليها فلوس قد ايه واحد طلع بالواجهات بتاعة البتارين برا المبنى بحوالي اتنين متر ونص فالحرائق اللي انتشرت في فترة ما مجمع العلمي اللي احترق الابرا الخدوية اللي احترقت في عام واحد وسبعين مجلس الشورى اتحرق الى اخر فقدان عناصر مهمة زي الاعداء بتاعة التمثال اللي كمفهود هتحمل تمثال الخدوي اسماعيل ولكن جت بعد ثورة اتنين وخمسين باسبوع او ثلاث يام التمثال نفسه جي من ايطاليا متأخر فلم يرفع يوما على الاعداء بتاعته اتفكت مع اعمال متر الانفاء وكان في وعد اعادة تركيبها ولكن هذا الوعد اتأخر وقعد تبحث عن المكان بتاعها ما كان شحد عارف يدلني لحد ما لقيتها اخيرا على هيئة قطع مترقمة نعم ولكن تخزينها تخزين غير جيد وبالنادي دلوقتي محاولة تجمحها انتشار ظاهرة البعاء الجائلين بوسط البلد كانت ظاهرة لدرجة قفلت بعض الشوارع تماما امام السيارات اذا ما هي الجهود المبزولة في الوقت الحالي لانقاذ التراث جهود على المستوى الحكومي وعلى المستوى المجتمع الانجي اوز الى اخره في خريطة لقيمة وقاعدة بيانات تم اعدادها وهذه الخريطة بتتعامل بالجي اي اس بحيث لما يتخذ قرار ينزل رأسي في البحث عن المعلومات الذات الصلة بهذا الموقع بالليارز بتاعة الجي اي اس بحيث تديني كل الموجودة لهذا المكان خريطة القيمة مشروع مستمر سواء في وسط البلد او غيرها على مستوى مصر بالكامل والجهاز القومي التنصيق الحضاري دي احد مشروعاته المهمة اتحط قوانين وتشريعات واشتراطات خاصة للمناطق وده ما كانش موجود الحقيقة ما كانش عندنا غير قانون واحد قانون الاثار اللي صدر سنة 83 وتم تعديله في 2010 ولكن ما كانش ليه دعوة بهذا النوع من المباني اقتصادية امول ازاي يعني اسلوب التنويل اتحطله بعض الابروتشز اللي ساعدت في التعامل مع هذا التراث واتحط استراتيجي خاصة بمشروعات او بالمنطقة دي بالذات وفي لجنة قومية عليا تم تشكلها بقرار جمهوري ده يعني يبين الاهتمام الرسمي بانقاذ هذه الثروات قوانين قانون اثار قانون رقم 144 لسنة 2006 اللي هو بينظم اعمال الهدم ويحافظ على التراث المعمري اللي هو بهذا القانون مسجلين المباني اللي ورتها لكم دي كلها قانون اخر 119 وضع في 2008 في باب ضمن قانون البناء اسمه باب التنسيق الحضاري جوه هذا الباب في فصل خاص بالمناطق ذات القيمة متميزة بيتم تسجيل المنطقة بالكامل يعني في قانون للمباني وفي قانون لتسجيل المنطقة قاهرة خدوية احدى الاماكن المسجلة اذا سجلت بيتم وضع اشتراطات خاصة بالمنطقة لحمايتها كل منطقة اصبح لها اشتراطات ما بقاش القانون العام في لجان مهمتها ان تقوم بحصر جميع المباني التراثية وذات القيمة طبقا لهذه المعايير الخاصة اما يكون تراث معماري مميز او مرتبط بالتاريخ القومي مرتبط بشخصية تاريخية او حقبة تاريخية او ان يكون المبنى او مع التوفيق مع اليونسكو في الحدود المحتوطة لها قائرة خدوية الزمالك جاردن سيتي مصر جديدة المعادي في مناطق كثيرة في اسكندرية كل المناطق دي وانس انها اتسجلت اصبح لها اشتراطات حماية خاصة بها مشروع اعادة الوجه الحضاري اللي انا يعني لي الشرف اني اكون بساهم بقدر من الجهد في هذا المشروع بيعتمد على ان تطرح جميع المعلومات التاريخية رصد القيم الترسية زي ما شفنا وده يعني مشوار اتعمل بالفعل اشراك ملاك وشغلي العقارات لان من غيرهم الشغل بيتبهدل يعني ما بيبقاش حاسس اللي بتعامل ده قمته ايه فبنخليهم شرقاء في المشروع بالتفاهم بالاجتماعات باللقاءات بالتعامل ما بينهم التحاد شغالين الى اخره رصد الاستعمالات وتحديد الكفاءة فيه استعمالات هتخرج من المنطقة بالكامل لانها موسيقى وفيه استعمالات بيتحط دلوقتي اسلوب لجذب هذه الاستعمالات داخل المنطقة زي المشهورة رجال الاعمال بنحاول نشدهم ان هم فعلا فيه ناس بتادي تيجي تشتري عقارات فيه شركة اشتريت حوالي 28 عقار بتادي ترمم فيهم وتراضي السكان اللي هم مش مهتمين ان هم يكونوا موجودين وتخرجهم وعشان تعيد توظيف المبنى الى اخره الاصالة والمرجعيات بقدر امكان اعادة الشيء الى ما كان عليه بقدر امكان من حس المواد الشكل الى اخره تسجيل العقارات طبعا ده تم طبقا للقانون وتصنيف العقارات بيتم تبقى لتلت مستويات الف وبه وجيم مستوى الف يعني ولا قدر اغير من بره ولا من جوه به وغالبا المباني السكنية ما غير ش الوجهات لكن عندي قدر من المرونة من الداخل افرد واحد الحمام عنده عايز التصلاح عايز جدد ارضية فيها تلف الى اخره مستوى جيم انا بحرره بالكامل من داخل المبنى ومع الحفاظ على الوجه لذاكرة المكان اللي هو النظام المعروف في العالم بالفسادزم حفاظ على الوجهات وقد يصل الامر الى اعادة بناء المبنى بالكامل خلف الوجه القديمة وده بيحصل في فندق الالي في مدان الابرا في الوقت الحالي طبعا لابد من تحديد الحالة المعمرية والانشئية مراجعة تاريخ الصيانة ومرحلها واي معلومات اخرى متاحة بيتم تجمعها دي الطريقة من طرق الدراسات اللي اتعملت عشان يتحط كل شارع هما 35 شارع وميدان الشارع بيترسم بالكامل وبعدين عندي الغامق المباني الملونة باللون الغامق هي المباني المسجلة طبقا للقانون وده شارع شريف على سبيل المثال وبيتم رسم الوجهات بالكامل جديد وقديم مسجل وغير مسجل وبعدين بتعمل دراسة للسولدز والفايتز بنعرف نوع الانشاء من هذه الدراسة لان لما يبقى مبنى مساحة الزجاج فيه بالشكل ده ده من مؤكد مبنى خرصاني هيكلي لكن لما بتدي الاقي الاقاع الفتحات بالشكل الشباك دي ومرتفع يبقى الحوائط حملة الى نعرف اذا كان في مثلا مباني اتبنت بالقانون العام ملهاش دعوة بالقانون اللي كان سائد قبل كده نقدر نعرفها من طبعا صورة كل مبنى والعنوان بتاعه موجودة في نفس اللوحة ده بتعمل للشوارع ده مشارع مارت اللي اتصل بميدان التحرير عند المتحف المصري موجود هنا وبعدين ميدان التحرير فدي مجموعة من المباني اللي اتعملها نفس الدراس طبعا في فندق هنا اتبنى في الستينات طبعا واضح انه هو قانون مختلف تماما عن باقي العقرات اللي موجودة بدأنا ترميم واجهات على سبيل المثال مجمع التحرير اللي كان عايزين يدهنوه على هيئة علم مصر كان منادى بهذا الشكل بحماس طبعا الشباب في فترة ما بعد الثورة ولكن هذا المبنى معمول بياد حجر صناعي نوع من التشطيب الغالي جدا والنادر يعني دلوقتي ما بقاش الناس تستعمل التشطيب ده فتم شيل الطبقة المتسخة على البياد بالرمالة بالصنفارة بالرمال ويعني كل الفاتح ده مش جديد ده ده كشف عن البياد الاصلي بتاع المبنى مع طبعا ازالة العشوائات اللي كانت في الترس زفوق السطح الاخر المدان نفسه المتحف المصري اقدم المباني اتعمل جراج متعدد التوابق تحت الارض قدام المتحف وكان عن قصد الغاء المشروع اللي كان مقترح لعمل حديقة كبيرة بشجر بجبليات بحاجات كده لان كانت هتحجب رؤية المتحف المصري اللي هو كان تصميم مدان التحرير في الاصل عشان يبقى متجه نحو هذا المتحف العظيم فاتحطت فكرة انها تبقى سجادة مع التقليل بفتحات التهوية كانت عاملينها ابراج عالية تم اعادة حساباتها وخفضها وبقت ساحة كبيرة ممكن فيما بعد يبقى فيها عمشطة غير دائمة خفيفة منشآت خفيفة اكشاء الاخر ولكنها ساحة بعد الفندق هنا ما تم استكماله الكلام ده كله بقى جميل والناس بتتردد على المكان طبعا ده المبنى اللي تم ازالته بتاع بلدات القاهرة نباني في شارع مارد شكلها كانحالتها والذكرات استفدنا من ناحية التمويل بالإعلانات المؤقتة اللي بتتحط على الوجهة لمدة شهرين ثلاثة لحد الشغل ما يخلص بتصرف الإعلانات كانت بتصرف على تلك الأعمال وبعد التشويه الموجود بأصباح المباني أكثر نظافة هنا before before مدان طلعت حرب after بعد التعامل والترميم والناس بتفتكر ان دي دهنات لا ده إصلاح وترميم وكل حتة نقصة كل زخرف نقص بيتصب مرة أخرى ويعد تركيبه لكن الناس بتفتكر ان ده دهنات أو مكياج نحط طبقات تجميلية هي ليست بهذا المفهوم تماما على سبيل المثال الجكرات اللي وردها لكم اللي بارزة تم فكها كلها بالكامل وإعادة الوجهة مبنى في مدان عبد المنع مرياض خلف يعني يطل على المتحف المصري كان بهذه الحالة توضب مبنى أيضا يطل على المتحف المصري بعد الترميم شارع الألفي وتحويله إلى مصار للمشاه لنلوحة الرسومات والتصميم طبعا الصور دي كلها ما كان عليه كلها هتلاقي من قريب هتلاقيها العمرات متبهدلة والأرض بايزة اتحط فكرة إن المشاف النص وبعدين الخدمات الكابلات والصرف الصحي كل كلام ده وبعدين قدام المحلات في مساحة من الجرانيت متبلطة من هنا ومن هنا عشان المقاهي والمطاعم تخرج بالترابيزات تسكت شاتلكاب بتتعمل الأرضيات والأفكار إلى آخره ده الشارع كما كان يلتقي في الآخر هنا بميدان عرابي أو ميدان التوفقية ده كان وضع الميدان قبل قبل دي كرات زي ما انت شايفين دي كرات متتسلق على الوجه فوق ده في افتتاح المشروع والإعلان عنه دي كرات بتاعت تتفك بتاعت المحلات تفكت كل دي كتعلب وبروزات وحاجات طبعا فوق ترمم هنا الشارع عمل بنية أساسية جديدة بعد ما خلص ده حاليا المباني المباني لات أو الفراغ العام اللي كانوا بيعتبروا إن الشارع مباح لأي أعمال رديئة بعد الاجتمال تدى الناس تحب تنزل تتفسح في المكان ده وبعد الظهر أو في الصيف أو في رمضان يعني الأماكن دي كلها ما تلاقيش حتة يعني فضية كل الأعداد مشغولة بالكافيهات إلى آخره ميدان عبدين كما كان كان موقف عربيات ميدان عبدين قدام الأصر الجميل محافظة القاهرة اللي كانت أشلاءات الحرس الملكي بجوار الأصر بعد الترميم بعد الميدان متوضب أثناء التوضيب بعد ابتدى الناس برضو ينزلوا يعودوا جوا عندنا جميل يعني خصوصا بعد الظهر فالناس بتاخد أولادها وينزلوا يعودوا في الأماكن دي دي العمرات اللي حوالين الميدان بعد العمرات دي كثير من الأفلام المصرية تصورت فيها تصورت فوق السطح وكانوا يبصوا على الأصر وكانت رازها أر نيفو الفن الجديد العمرات دي كانت يعني أسيء استعمالها تماما ده أثناء الترميم بعد طبعا في هنا ناس مش معترفين باللي حصل رجعوا رجعوا صور بس تشالد دلوقت شلناها يعني بيعتمدوا إنه لما يحط لك شخصية محبوبة أو شخصية معينة إنه يعني لن تجر إنك تطلب الإزالة للصور دي لكن تم إزالتها بالفعل احتراما للشخصية على الأقل المباني بعد دي كلها كانت مباني يعني محدش شايفها ومحدش عارفها في مدان الفلكي دي عمارة فيها أطباء كتير وفيها أنشطة كتيرة بعد برضو العمرات اللي تصور فيها أفلام كتيرة عمرات الخدوية يعني للناس اللي كانوا بيقولوا دي دهانات إحنا كنا بناخد أجزاء من بتاعة الوجه تروح المعمل في قليلة الهندسة ويجبوا لنا توصيف لخلطة المونة اللي كانت بتستخدم ونوع التشتيب ولو فيه طوب تاكسية بنوديها المعمل يقولوا لنا المكون بتاحها إيه هل نقدر نعملها تاني ولا نعليجها إزاي يعني كان فيه أمور بتمشي فنيا ابتدى الرسومات دي استرجعناها وكانت مش موجودة تماما رجعناها ودي كل ده متدهب الورق الدهب البطنيات بتاعة البلكونات زخارف كل ده متدهب شغل مختلف جماعة بتوع القثار الحقيقة عملوا مجود في المشروع ده مجود كبير قوي لأنه اللي استرجعوا الشكل الزخارف هما بتوع القثار هما اللي عرفوا يطلعوها من القديم وجابوا حد متخصص في التدهيب واتعملت العمارة دي يعني الحقيقة خدت مجود كبير دي عمارة شهيرة جدا نصية شارع عدلي مع محمد فريد من أجمل العمارات الفريدة يعني ما فيش كوبي منها تانية أثناء الترميم الشركة عملت بوستر ده غطت بالعمارة فاشتهرت كل الناس بقت تبص على السكتش بالحجم الطبيعي فعمل نوع من لفت اللي انتباه بقت الناس مستنية تشوف المبنى اللي وراها هيتلع شكله ايه أنا مسميها روبي ستون بتاعة وسط البلد العمارة دي عمارات جاتينيو من أجمل العمارات اللي موجودة في وسط البلد لكن حالتها كان بالشكل ده والمحلات عملت حاجات تخريبية كتير وكان فوق هنا فيه بانوهات متميزة جدا عبارة عن رسومات بالدهب رجعت كله رجعت تاني وإزالة الديكورات وتصب الحجر شكل الحجر ده تصب بتعمل ورشة على الرصيف في الموقع وكل ده كل الدور ده يعني تعامل من أول وجديد ترميم والبانوهات دي رجعت تاني وبقى فيه ناس متخصصة نايمة قاعدة تشتغل تعمل كل ده يدوي مرة أخرى دي يعني العمارة بعد ما تم إضاقتها حاليا بنحاول في الأدوار الأرضية بنحاول دلوقتي يتشال الديكورات دي شارع الشواربي طبعا كان حالة متهلكة تماما هو مصار مشاه تحطي له الديزاين بتاعه دي العمارة بعد الترميم before أثناء بعد ابتدت تتنظم والعرض يتنظم يبقى مش في نص الشارع تحط الدكا كصرف 100 أمطار كل الحاجات دي الحقيقة ما كاريتش موجودة ممر بهلر اليافتة دي قعدت 40 سنة حزمة المبنى بالكامل مكانش حد يعتقد ممكن تتشال لأنها يفطى لجهة حكومية ومع ذلك تشالت وترمم المكان والأرضية عملت بالبازلت دا دا لسه مخلصش بالكامل لكن والأسقف ابتدت تتعالج من داخل الممر إذن الحجارة مهما عفا عنها الزمان إنها الشاهد الأوحد الذي يحدثك عن قيم الأجداد لنعد معا قراءة تاريخ البلاد من خلال تراث إنساني قوامه العمارة والعمران فعلى مر التاريخ حجارتهم قوية صامدة في حال أن نال الحجر اهتمامكم وحنوكم وحرسوكم على الاستمرار وحرسوكم على استمرار وجوده للأجيال القادمة ولكن ما أكثر الحجر الذي من تجاهل البشر يستغيث يتفتت يتحلل من قسرة التظاهر والعفن يا أهل المدن تذكروا التاريخ يعلمنا تطوير الحجر دون البشر يفشل بينما الارتقاء بالبشر يحافظ على سلامة الحجر وأخيرا أشكر مركز أو دار الأثار الإسلامية على هذه الدعوة وبشكر شيخة حصة على اهتمامها ومجهوداتها النسمة عنها من مصر يعني أنا جاية عندي يعني كبير جدا بهذا النشاط والاهتمام بالتراث نحن صناع هذا التراث اللي هنسلمه للأجيال القادمة أنا بشكركم وبعتذر عن الإطالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر